من المفترض أن الهدنة في أرجاء سوريا صامدة لكن ما يجري في وادي بردة والغوطة الشرقية يظهر خلاف ذلك قوات نظام تصر على تحقيق تقدم في تلك المناطق بأي ثمن بينما تحاول فرض مصالحات محلية على فصائل المعارضة على غرار سابقاتها التي أفضت إلى تهجير أهلها ومقاتلها لكن المعارضة المسلحة على الخصوص في وادي بردة تبدي حتى الآن تصميما على أن لا تلقى نفس مصير الآخرين وتضغط على الحضور من ممثلي المعارضة في أنقرة على وجوب أن يلتزم النظام والميليشيات المتحالفة معه بالهدنة في إطار التحضير لاجتماعات أستانا كما لا يخفي قياديو المعارضة في وادي بردة إحباطهم مما يرونه من عدم إصرار المجتمعين من زملائهم في أنقرة على هذه النقطة وهما يشجع النظام على المضي قدما فيما يسعى إليه كما يرون غوطة دمشق 2011 غوطة دمشق اليوم بين المشهدين نحو ست سنوات عمر كامل من المعاناة والدمار والانتقام فقد كانت الغوطة ببلداتها الصغيرة الخضراء من أول وأشد المنتفضين على نظام بشار الأسد فكان انتقامه عنيفا ومستمرا طوقها وقطع عنها الماء والغذاء والدواء والكهرباء وباتفاقات استسلام تجمل باسم المصالحات والتسويات مرات وتحت ضغط التجويع مرات أخرى غير النظام بمعية الحليف الإيراني ديمغرافية مناطق في الريف الدمشقي واليوم في وقت يفترض أن هناك هدنة صامدة في البلاد يدفع النظام وبيضق إيران الأهم في معارك سوريا حزب الله اللبناني بكل ثقلهما نحو هذا الركن سعيا لأن يكون الريف الدمشقي خالصا لهما في أسرع الآجال جغرافيا تعد بلدات الغوطة بوابات مركز النظام على التخوم اللصيقة بالعاصمة بينما تشكل لحلفائه عمقا استراتيجيا فتأمينها يعني تأمين خط إمداد يربط غوطة دمشق بمناطق حزب الله في لبنان والنظر إلى هذا الممر في السياق الإخليمي يعني أنه ممر سيربط إيران والعراق وما يعرف بسوريا المفيدة بسهل البقاع والجنوب والمعقل العسكري لحزب الله جنوبي لبنان وسيكمل بالتالي ما يصفه البعض بالهلال الشعي الذي تسيطر عليه طهران الأهمية الاستراتيجية للأرض تفسر أيضا إصرار النظام على إشعال جبهات وادي بردة في الريف الدمشقي فسعيه حثيث لتأمينها بأي ثمن ولا حرج إن كان الثمن تشفيف مياه نبع يغذي الملايين فالمنطقة هي الأخرى جزء لا يتجزأ مما يعرف بسوريا المفيدة وإيران تريد الحسم هنا الآن تحديدا في قراءات لأنها لا تريد أن ترى مكتسباتها منذ اليوم الأول للقتال في سوريا تتبخر وفقا لإرادة لاعبين آخرين في الساحة فإن لم تحظى بالكعكة السورية كاملة تكون قد ضمت على الأقل الحصة الأهم بالنسبة لها لكن المعارضة المسلحة وعلى الخصوص في وادي بردة تبدي تمسكا بالأرض وترفض أن تلقى المنطقة مصير أخواتها دارية والزبدان وبلودان ومضايا والاقصير وغيرها وسط هذه الأجواء تحوم تساؤلات وتساؤلات حول مصير مفاوضات أستان المرتقبة الكل يتوعد والكل يترقب إذن منطقة وادي بردة غرب دمشق ما تزال بؤرة مشتعلة فكيف هي خارطة المعارك هناك؟ لدى شنتال بعض التفاصيل على الخريطة تفضل شنتال يوسف كرر النظام خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار كما بات معلوما لليوم الثالث على التوالي مع كل مرة يصل فيها وفده أو ورشات إصلاح خطوط المياه إلى وادي بردة يبدأ هجوما عسكريا وموجة قصف واستهدافا للمنطقة بشكل موسع هنا على هذه الخريطة مشاهدين بدأ النظام ظهر اليوم هجومه الثاني على محور كان ليزال خاضعا لسيطرة الثوار وهنا نتحدث عن قرية باسيمة باسيمة هنا على الخريطة لأود الإشارة هنا أن المناطق باللون الأحمر هي مناطق المعارضة كل ذلك تزامنا مع وصول ورشات الإصلاح إلى منشأة نبع الفيجة وهنا هذه المنشأة هذه هي منطقة عين الفيجة أيضا بالقرب من باسيمة لتتسع بذلك دائرة الخرق إلى قصف قرية عين الفيجة هذه القرية المهمة جدا والاستراتيجية وأيضا مناطق متفرقة في قرى مجاورة بمختلف الأسلحة المدفعية إذن ما يدور بالفعل يدور في هذه المنطقة بالذات هنا نتحدث عن عين الفيجة حيث تدور هذه المعارك حول هذه العين وباسيمة التي عادت هنا للنظام كما تشير آخر المعلومات ترافقت الاشتباكات في قرية باسيمة مع قصف بالصواريخ قضائف الدبابات والهاون أطلقها النظام وعناصر ميليشيات حزب الله أطلقوا النار مباشرة على مسؤول التفاوض اللواء المتقاعد أحمد الغضبان الذي عينه الرئيس السوري بشار الأسد واتهمت المعارضة باغتياله إذن نتحدث هنا عن هذه العملية عملية الاغتيال قد بثت أيضا مشاهدين مواقع المعارضة صورا لللواء غضبان نحن نتناول الآن نشير إلى هذه الصور التي بثت على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء جولته الأخيرة في منطقة عين الفيجة هذه المنطقة التي تحدثنا عنها الليلة أي قبل اغتياله بلحظات يذكر هنا أن اللواء أحمد حسن الغضبان كان ممثلا توفقيا لوادي بردة كوسيط تفاوض مع النظام غالبا ما يتمكن من التواصل إلى عقد اتفاقات بوقف اطلاق النار وإقامة هدى في هذه المنطقة بالذات إذن يوسف هنا الحديث اليوم كان ليس فقط عن التطورات والمعارك التي تدور في هذه المنطقة الاستراتيجية بالنسبة للجميع في سوريا أيضا عملية اغتيال ما زالت كل أمور حولها غامضة لا نعرف ما الهدف من هذه العملية ما الذي كان يقوم به أن تقوم به هذه الشخصية التي يبدو كما ذكرنا أنها مهمة في موضوع وكانت ناجحة في التوصل صحيح للاتفاق سنحاول أن نفهم ما الذي يحدث في الغوطة ووادي بردة مع ضيفنا من بيروت مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات خالد أحمده أهلا وسهلا بك أستاذ خالد إلى سكاي نيوز عربية وغرفة الأخبار بداية ما الذي يحدث في وادي بردة والغوطة هل هي محاولة في اللحظة الأخيرة من النظام وإيران لاستكمال الطوق حول دمشق وتأمينها أم أن ما يحدث هو انعكاس لخلاف روسي مع إيران ومع الرئيس الأسد حول خطة وقف إطلاق النار خصوصا عند الحديث عن أنه قوات من حزب الله هي التي اغتالت اللواء الغضبان اغتيال اللواء أحمد الغضبان وهو ابن عين الفيجة يمثل أو يستطن إلى حد كبير عدم رضا روسي عن مسار المسار السياسي الذي يدعو إليه الروس بخصوص مؤتمر الأستانة عدم رضا روسي أو إيراني وإرباك إيراني عدم رضا إيراني على المسار السياسي الذي اتفق عليه الروس مع الأتراك بخصوص مؤتمر الأستانة يعني طبعا بالإضافة إلى الأهمية الاستراتيجية لوادي بردة كونه يفتح يعني يحمي دمشق ويفتح الحدود السورية اللبنانية ويجعل هناك امتداد طبيعي لحزب الله بين لبنان وسوريا ولكن أعتقد أن المسألة الهامة الآن بالنسبة للإيرانيين هي إيرباك الأستانة الوجود الروسي الكبير والعسكري المعترف به دوليا وإقليميا في سوريا يربك الإيرانيين يعني حضر الوجود العسكري الروسي فبعثر التوازن الميداني الذي كانت ترعاه إيران وحلفائها وفي مقدمهم حزب الله في سوريا اليوم الإيرانيون يحاولون تعطيل هذا المسار بطرق عديدة ويظهر أن هناك تبادل رسائل متفجرة بين روسيا وإيران يعني لا يمكن الفصل بين ما يجري في وادي بردة عن الانفجار الذي حصل في فرسوسة فرسوسة المربع الأمني الذي تقطنه المقرات الأمنية الهامة وتسكنه شخصيات أمنية من الطراز الأول من الصف الأول في سوريا ما معنى هذا التفجير في هذه المنطقة بالذات كمان يمكن أن نضيف إلى هذا التفجير التفجير الذي حزره في جبلة جبلة قرية في اللاذقية حيث هناك مرتع النظام ومسقط رأس آل الأسد جبلة قرية تبعد أربع كيلومتر عن قاعدة حميمين ما معنى التفجير هناك أعتقد أن الرابط بين كفرسوسة وجبلة وبين ما يجري في وادي بردة يدخل ضمن مربع تبادل رسائل إيرانية روسية ظاهرها اتهامات متبادلة طبعا ما بين المعارضة وقوات النظام ولكن جوهرها يستنبط عدم رضا إيراني عن مسرار الأستانة هنا دعوني أسألك سيد خالد هنا يمكن وضع هذا التفجير في وادي بردة أمام هذا المشهد نتساءل لماذا التركيز على الغوطة الشرقية هناك من يعتبر أيضا أن أولويات إيران تبدلت اليوم مع هذه التغيرات وهي اليوم لم تحصل على الكعكة كاملة كما ذكر تقريرنا الليلة بل أنها لم تحصل على الكعكة كاملة ستذهب إلى أهم شيء بالنسبة لها هل هذا الذي يحصل بالفعل؟ هذا الذي يحصل وأريد أن أضيف شيء آخر كيف يمكن كذلك أن نفسر القصف الإسرائيلي على مطار المزة العسكري كمان في دمشق هناك تقاطع مصالح إيراني روسي إسرائيلي في هذه المنطقة يعني التصريح الروسية التي تتفهم المجال الحيوي الأمني الإسرائيلي الذي يصل إلى حدود دمشق ومن ضمنها مطار المزة العسكري كذلك السيطرة على دمشق أو عدم تمكن الإيرانيين من السيطرة الكاملة على دمشق يعطل دورهم في سوريا وبالتالي يعطل الهلال الشيعي الذي يصل إلى لبنان في نقطة أساسية هي في دمشق كل هذا دمشقية الآن وجوارها هي مجال حيوي للإيرانيين طبعا كما تقولين هو كلام صحيح يريد الإيرانيون الحفاظ على خارطة نفوذ في المنطقة الآن السؤال ما مدى الجدية الروسية فعلا في الساير بهذه المفاوضات وهل تعتبر روسيا أن دمشق هي تقع ضمن المجال الحيوي لأمنها أم أنها ستكتفي بقاعدة حميمين وبقاعدتها سيد خالد هنا في هذه النقطة تحديدا وتدى دمشق لصراع آخر أسمح لي أن أسأل هنا ما هي أوراق الضغط الروسية الحقيقية على دمشق وعلى طهران من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار هناك من يقول بأنه أي تهديد بسحب قوات روسية من سوريا هو كمن يطلق النار على قدمه روسيا لا تستطيع أن تخرج وبالتالي هناك من يسأل اليوم يعني بعد كل ما حدث هل استخدمت دمشق وطهران روسيا أم أن روسيا من يستخدم طهران ودمشق لمصالحه ما الذي يمكن فعلا أن تقوم به موسكو لضبط الأداء السوري والإيراني يعني أعتقد أنه يجب التريض قليلا لكي تكتمل طاولة الأستانة يعني روسيا لا شك في المناطق الموجودة فيها في غرب روسيا وفي غرب سوريا وعلى الساحل السوري لا أحد ينزع هذا النفوذ الصراع الآن على دمشق بما تعني دمشق من ممر نحو لبنان ومن منطقة حيوية لإيران السؤال هل تقاتل روسيا للحفاظ على دمشق أمتدع ذلك لما بعد الأستانة يعني كما قلت دمشق هي مقطة تقاطع لمصالح حيوية إسرائيلية إيرانية القرار السوري في دمشق والقرار السوري المتعلق بموضوع ووقف إطلاق النار يظهر أن الوزن السوري في القرار هو وزن هامشي نعنه أمام تقاطع دولي إقليمي لهذا النفوذ يعني أقول أن الجهد الروسي الذي يجب أن طبعه روسيا يجب أن نفتس عن السمن الذي تبغيه روسيا من هذا الجهد هل تريد فعلا روسيا قبل الأستانة أن تتدخل بطائراتها مثلا أو تفرض قيود معينة أو تركيا تحاول فرض قيود معينة لتثبيت ووقف إطلاق النار هذا غير واضح يعني يبدو الروس متليثون بخصوص الإجراءات التي يريدون القيام بها لكن أستاذ خالد هنا نقطة يعني الأستانة يعني في نقطة مهمة هو صحيح لكن المصلحة الروسية في دمشق تقول بأن علينا أن ننتظر إلى أن نرى ما هي المصلحة الروسية سواء في دمشق أم في غرب سوريا فقط لكن واضح بأن روسيا لا تريد أن تحرج نفسها وأن تقول بأن هناك خلافات مع إيران يعني هي ترفض مثلا نفت أنه كان في مبعوث روسي ذهب إلى بردة وحزب الله منعه لكن بعد ذلك ظهر أنه هذا حصل هذه النظرة الروسية التي لا تريد أن تقول بأنها ضعيفة أو أن أحيانا إيران وحزب الله يتمادون في التعامل كما حصل في شرق حلب عندما أقرت مع تركيا اتفاق وإيران تدخلت في آخر لحظة هذه النظرة الروسية ألا تفرض عليها أن تكون أكثر حزما حتى الموضوع في دمشق هذا موضوع صورة لروسيا أنا أعتقد أن روسيا لا تريد يعني اتخاذ المبادرة والتصدي للنفوذ الإيراني لأنها تريد أن تترك ذلك ربما الإسرائيليين لأن الإسرائيليين تدخلون في دمشق يعني في النطاق الأمني أريد أن أقول أنه في النطاق الأمني الذي تدخل فيه دمشق ونطاق الأمني الإسرائيلي يعني والذي عبرت عنه قصف مطار المزة بالصواريخ الإسرائيلية مقام السيدة زينب يدخل ضمن هذا النطاق وبالتالي مقام السيدة زينب حيث كان هو السبب الرئيسي في بداية الحرب يعني أنه للتدخل الإيراني لحماية المقامات الدينية يقع الآن ضمن النطاق الأمني الإسرائيلي وبالتالي هناك لعبة لعبة تداخل مصالح وتداخل هوامش أمنية أعتقد أن الروسي لن يكون متحمسا إلى ما بعد الأستانة ليستنتج ما هو التدخل الأمريكي على أي مستوى سيكون هل يمكن فرض مثلا مراقبين دوليين لتثبيت وقف إطلاق النار أعتقد أن روسيا لن تخوض حرب ضد أحد في دمشق قبل أن تتبين الصورة يعني وينجلي غبار التحالفات وغبار التدخل الدولي في الأستانة ومدى حماس الدول الغربية للتدخل شكرا جزيلا لضيفنا من بيروت مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات خالد حمادة